زي ما حضراتكم شفتم بارح في مباراة الرجاء وانا اسف ان انا هقول هذا الكلام فريق الرجاء فريق جيد وكل حاجة وله اسمه وتاريخ كبير وكل حاجة ولكن لما سئلت ما قبل المباراة عن رأيي في هذه المباراة قلت للنادي الاهلي اذا لعب بستين سبعين في المية من مستوى الفني الطبيعي هيستطيع ان يفوز وبفارق جيد عن الرجاء اذا كان الحظ معاه في بعض الامور او في ان انا اقدر اخلص الكورة وده اللي انا قلت ما قبل المباراة ما بيني وما بين اصدقائي لما كنا بنتكلم كنت دايما بتكلم معاهم في هذا الاطار ان احنا يا جماعة كلنا عارفين ان النادي الاهلي افضل من الرجاء فنيا جوه الملعب افضل من الرجاء ال 11 اللي بلعبه قدام ال 11 اللي بلعبه لا الاهلي افضل في كل شيء الاهلي افضل في حراسة المرمى الاهلي افضل في ناحية دفاعية الاهلي افضل في خط الوسط الاهلي افضل في الناحية الهجومية الأهلي أفضل في دكة البودلان فما كانش عندي قلق ما قبل المباراة ولكن كل القلق إن اللعيبة تركز في اللي كان بيحصل في المدرجات وإحنا يا ما شفنا ويا ما قابلنا خلال هذه الفترة أو مش الفترة دي من أول 1907 وحتى الآن نادي الأهلي دايما بيقابل مثل هذه المباراة وبالتالي لو أنا لعيب في الملعب الماتشات اللي زي دي هي اللي بتخلينا بقى مبسوط وسعيد وعايز ألعبها لو أنا لعيب وعند شخصية في الملعب وده اللي شفنا على الأقل في الشوت الأول في مباراة مباراة في مباراة الأهلي والرجاء ولكن على الجانب الآخر في أهلوية زعلانين من مسماني ما عرفش الحقيقة أنا لما أجي أتكلم دايما بحب أتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحة والوضوح وما بحبش أبقى ملاوع في الكلام أنا دايما بتكلم بصراحة وبوضوح أنا لما شفت حسين الشحات بيطلع من ملعب أعملت علامة استفهام قلت هو ليه حسين الشحات بيطلع من ملعب حسين الشحات أفضل مباراة لي خلال الفترة أو أفضل مباراتين لي خلال الفترة اللي فاتت هي المباراتين الرجاء هنا وهناك اللي كانوا في القاهرة في أستاذ الأهلي والسلام واللي كانت في مراكب محمد الخامس وبالتالي لما تعمل كده أنا دايما أنا كأهلاوي بقى مليش دعوة كمزيع والكلام اللي حضرتك لا لا أنا كأهلاوي قلت هو ليه ليه إحسان الشحاب بيطلع ليه إحسان الشحاب بيطلع ولكن أنا كأهلاوي في آخر المباراة قلت أنا هو أنا اللي يهمني كأهلاوي إن الأهل ياخد هذه البطولة ولا إن أنا اللي يهمني إن الأهل يعمل 50-70 نقلة عشان يبقى شكله حلو هي وجهات نظر نفسي طبعا إن الأهل يعمل الاتنين نفسي إن الأهل يبقى بيلعب بالشكل اللي إحنا عايزينه ونفسي الأهل ياخد كل البطولات وده كلنا بنتمناه مش أنا اللي بشجع الأهل أو 70-80 مليون أهلاوي لا أي حد بشجع أي نادي في العالم من الأندقاء الكبيرة بيبقى عايز كده إن النادي ده يلعب بشكل متميز وياخد كل البطولات فعشان كده لما جا أتكلم عن موسيماني أنا عارف إن في ناس كتيرة أو أهلاوية بيانتقدوا الكلام اللي بتقوله قناة الأهلي أو إسلام الشاطر على موسيماني تحديدا أنا بالنسبالي لما باجأ فكر في الموضوع بفكر فيه زي ما قلت لحضراتكم من كل النواحي آه أنا كأهلاوي عندي علامة استفاهم على خروج حسين الشحات ولكن لما سألت في الموضوع أو لما فكرت لقيت إن آه أيمن أشرف لازم ينزل عشان يقفل مع علي معلول الجنب اللي كان مفتوح شوية ما قبل خروج حسين الشحات لكن كان ممكن أخرج أي حد تاني ناس أهلاوية برضو بتسأل هو ليه دايما برسي تاو بيلعب 90 دقيقة على الرغم من إن هو في البعض شايف إن هو مالوش دور يعني ممكن تنزل حد يبقى له دور أفضل أنا بتكلم مع حضرتك أوه بمنتهى الصراحة أنا بقولك وبقولك الرد في نفس الوقت يعني الرد كان على حسين الشحات إن هو أيمن أشرف لما ينزل حيقفل مع علي معلول الحتة اللي كانت مفتوحة على الجانب الآخر برسي تاو بيؤدي بشكل جيد من وجهة النظر الفنية هو بيؤدي بشكل جيد في الملعب وبالتالي أنا كمدير فني لمسؤول عشان كده أنا لما باجي أتكلم بأتكلم مع حضرتكم واضح آه عندنا تساؤلات كتيرة جدا كأهلوية ولكن في نفس الوقت سعداء جدا وفرحانين هو ده الفرق ما بين جمهور النادي الأهلي دائما وأي حد تاني وبين جمهور النادي الأهلي وأي جمهور تاني